الآن بدأ الاستعداد الجدي النهاردة لهذه المباراة المرت اللي صارت المدير الفني قد مرم في ملعب التيتش في تدريبات بدنية خاصة وفي تأسيمة فنية تكتيكية باشموندس للعيبة والجهاز الفني قرر إغلاق تدريبات الفريق ابتداء من بكرة 3 إن شاء الله عشان يكون في درجة من التركيز والخصوصية شوية غلق التمريم معناها أن الأخوة الإعلاميين واللي بيحضروا التدريبات بيعتذروا لهم مفيش حضور إعلامي في التدريبات المركز الإعلامي في النادي بيقوم بواجبه وتقديم كل الخدمات الإخبارية والصور المطلوبة لكل أجهزة وسائل الإعلام وبالتالي بمرط اللي صارت بيأخذ القدر الكافي من التركيز في تجهيز اللعبة زي ما حضراتكم شايفين كمان شارك في المران بعد غياب طويل بس بدون ما يكون مقيد مؤمن ذكرية نجم الفريق اللي كان انتهت إعارته لنادي أحد السعودي بالتراضي وما هوش مسجل في نادي حتى الآن فكان جيه شارك في جانب من التدريبات والكابتن سيد عب حفيز مدير الكورة بيطمئن على سعد سمير ووليد سليمان اللي بيسافروا لألمانيا للعرض على الطبيب الألماني علشان يشوف أسباب إصابة أو تدعيات إصابة وليد سليمان اللي كان مصاب في الفترة اللي فاتت في الرباط الداخلي للرجبة وعايز يتطمن عليه قبل ما يرجع يدخل كورة إن شاء الله وسعد سميرو أنت عارفينه أنه عنده جزع في الرباط الداخلي والخاريجي للرجبة وفيه أطع جزء كمان في الرباط الصليب الخلفي هيغيب ثلاث شهور ده فيما يخص الاستعدادات لهذه المباراة بشوانس بس أنت كنت أنت عايز تقول حاجة في الاستعداد اللي بيراميت آه محطة محطة آه ليه؟ أنت عندك الصراع السلاسي آي على القمة دلوقتي آه هو مش حيب أرباعي كمان هو سلاسي خلاص آي آه بين أهل زمالك بيراميت نعم والفوارق تسمح بالمنافسة آه والفوارق تسمح أن كل يطمع في فرصه لو عرفت تكسب بيراميت أنت كده بتقطع 35% من المشوار آه أولا بتبعد عنه أكتر آه ثانيا أنه بتنتظر أي نتيجة له مع الزمالك هي نتيجة هتكون آه هتستفيد منه الصراع السلاسي أي نتيجة بين اتنين التالت مستفيد التالت مستفيد بالضبط إذن الحل لأن المطش ده هو اللي هيصبخ مطش الزمالك أي إنها كسب ده مش عايز أروح تاني للزمالك وأنا مش كسبان هذا المطش مباراة الأهل والمصري والزمالك والنجوم احتمال لجنة المسابقات تضطر لتأجيلهم لأنه إذا جاء حسب تصريح المهندس زمالك وبرامدز والأهل والمصري إذا جاءت المباراتين معادهم في توقيت خاص بالاستفتاء على تعدلات الدستور أمنيا هتتأجل المباراتين الزمالك وبرامدز والأهل والمصري الجولة اللي جاية اليوم الاتنين اللي جاية لأهل والمصري ساعة خمسة وزمالك وبرامدز تمانية يوم الاتنين الجاية يعني البرامدز حيلعب الأهل وبعدين الزمالك أيها ده أسبوع الدوري بس أنا بس زمالك عنده الإسماعيل يسمى بيرامدز الأهل عنده البرامدز يسمى المصري والله هو 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 الاسبوعين خلاص الاسبوعين دول هم الدوري بإذن الله لكن هو بالنسبة للأهل مباراة الخميس ممكن تبقى مباراة الدوري اللي تعمل قفزة للأهل في المشوار لكن النتيجة الإيجابية للأهل تعزز موقفه في الصدارة لكن أي نتيجة أخرى لا تعنب تعادل آهل بالنسبة للبرامدز يعني هي ممكن تكون أكثر أهمية البرامدز لأنه البرامدز لعب زيادة عن الأهل والزمالك مباراتين فلما يتساوى مع الزمالك في النقاط هو تساوي افتراضي ها لسا على الأرض الواقع الزمالك عنده فرصة يبتعد الزمالك عنده فرصة يبتعد عنه والأهل عنده فرصة يبتعد عنه في مباراتين فرقين اللي بيرامدز زيادة عن الأهل وعن الزمالك ففي ظل هذا الصراع فوز الأهل بإذن الله تعالى يعازم وقفه في الصدارة ويخليه يدخل للمرحلة الجاية بمعنويات أعلى بإذن الله المباراة في بيتروسبورت هتبقى الساعة تمانية مساء الخميس طاقم حكام أجنبي زي ما قلت لحضراتكم لم يتحدد بعد الأهل في الصدارة تمانية وخمسين نقطة بيرامدز عنده سبعة وخمسين وإذا مالك سبعة وخمسين الاثنين بيلحقوه فاكرين الدور الأول بيرامدز كان فاز على الأهل اثنين واحد لقاءات الفريقتين باستثناء مباراة الدور الأول لو كنت عايزين تحسيبه بيرامدز على الأسيوط لسه يبقى فيه خمس مباريات أو ست مباريات قبل كده فيه خمسة كمان لفريق الأسيوط ضد الأهل لا 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 بص أنا مش حابب بقى طريقة دي بيرامدز نادي جديد نادي جديد هو كان الأسيوطي فيه اللعبة دي الظروف والإمكانات والمناخ والإسم هو نادي هو حاجز كرسي بس في الدور هو خد اللايسنز من خلاله الرخصة من خلاله المكانة من خلاله أنه اشترك في الدوري من خلال الأسيوطي ولكن كل شيء ملوش علاقة بالأسيوطي دي قعد على كرسي بس هو جاب نف كل حاجة دي خد المبنى خد المبنى الأهل وبرامدز الخميس الأهل ولمصر الاتنين اتنين وعشرين ومرشحة للتأجيل الإسماعيل والأهل ما تحددتش الأهل وإمبي يعني المطشات اللي باقيها للأهل الأهل عنده بيرامدز وعنده المصري عنده الإسماعيلي عنده إمبي عنده النجوم عنده طلاع الجيش وعنده المقاولين وعنده سموحة والأهل والزمالك المطشات اللي باقيها للزمالك عنده الإسماعيلي مباراتين وعنده بيرامدز وعنده دجلة وعنده الحدود وعنده الانتاج الحربي والداخلية والجونة والأهل والزمالك بيرامتز عنده الأهلي وعنده بعد الزمالك بعديه وبعد كده عنده المصري وعنده المقصة وعنده دجلة وعنده النجوم وعنده حرص الحدود في الآخر مطشات بيرامتز أقل شوية مطشين لأنه لعب زيادة عن الأهلي والزمالك مباراة الأسبوع الـ 29 طلاق الجيش فاز على الداخلية 2-1 والمولين العرب فاز على حرص الحدود 1-0 والاتحاد خسر من بيرامتز 3-2 واسموحها فاز على إنتاج الحرب 2-0 والمصري اتعادل مع الإسماعيلي 1-1 بيتروجيت فاز على المقصة 2-1 وإمبي فاز على الجونة 4-0 فوز كبير جدا كان لإمبي على الجونة النهاردة ولي بتروجيت على المقصة أيضا فوز مهم